تحياتي مرحبا بكم الاخوة. في الحلقة دي اليومة اللي انا هضرو فيها على واحد امور اللي مهمة. وكاشارة اللي انقدرن نبدأ بها في الحلقة دي اليوم غاديكون عندنا واحد النقد بناء الفرقة ديانة. باش هلا بغينا نمشيهم زيان نصلحوا بعض امور اللي بانوا في المبارة دي اليومة. اللي اعزيز عليه التطبال اللي اعزيز عليه النفاخ فكنا اعتادر. هاد الحلقة تقدر ما يتعجبوش. هاد الحلقة بنية على حب دي المونت خبروطن المغربو من خلال المباراة دي اليوما بنو شي حوايج خاصنا نخدمو عليهم ونصلحوهم باش الماتشات الجايين إلا بغينا ما نطعب يتحال نمشيو مزيان فهذا كان خاصنا نخدمو عليهم والحمد لله في الماتش دي اليوما بنو هاد الأمور عارف هي الأجواء صعيبة الأجواء صعيبة علينا وعليهم كلي يقول لك لا هدوك اللاعبين مول في الأجواء الأفراقية لا هدوك اللاعبين تشكيلة رسمية دي الكونغو الدمقاطية كشي واحد ما كيلعب في أفراقية بس يتناء اللاعب واحد اللي كيلعب أفراقية اللي كيلعب في سين برطنزاني اللي هو إي نونغا اللاعب دي اللاكسونترالي يالون بقي يتلاعبين كل شي كيلعب براء كاللي يقول لك اللا رهوا مولودين في أفراقية مولفين هدوك اللا كل شي مولود في فرنسا وف بلجيكا جوج لعب اللاكسونترالي يجيب جوج لي مولودين في الكونغو الدمقاطية بمعنى انه الاجواء علينا وعليهم معارفين بانه الاجواء صعيبة. ولكن تقنيا كين امور اللي خاصنا نهضروا عليهم. نهضروا علي واحد النقطة اللي هي النتيجة. كنتيجة المنتخب الوطن المغربي نتيجة اللي مزيانة. كاللي يقول لك كيف اشتعادنا ونتيجة مزيانة. نتيجة مزيانة. انا في رأيي الخاص المباريات ديال الدور الاول الهدف منه وانك تدوز لدور الثاني وتبقى كتجير المباريات ديالك بطريقة اللي مزيانة وميكونوش عندك اصابات ال الاخرى. الهدف من الدور الاول هو انك تدوز. ما كيهمش النقاط ما كيهموش البيوتة. المهم هو الدوز. حيط المنافسة ديال بصح في اي تدهورة. وهي من اللي كتدوز الادوار المتقدمة. راح المنتخب اللي كيدوز اللول او الثاني وحتى احسن ثالثة. في الادوار المتقدمة كل شي كيتتقلب وكل شي كيتبدل. حاجة اللي غادي نهضر عليها هو اللي مهمة وهو العطاء التقني اللي كانوا فيه اخطاء فرضية دير بعض اللاعبين ديالنا اللي نهضر عليهم. غادي نحط اللاعب يوسف النص في محط في محطة ديالنقد البناء باش يخدم. سليم املاح سوفيان امرابط والشيبي. هنا كيلا يستغرب على شخص عيات النصيري. املاح امرابط والشيبي. عندي تصور من الماتش اللي هتوضح الامور وما تخليكيش واحد عنده شك. النصيري. الفرص اللي يجاو في البدية ديال المباراة. اعطينا تصور اخويا حمزة ونبقوا غاديين ضريبة بضريبة باش الامور تكون واضحة كاملة. اول صورة غادي نمشيوليها. لابل دوبال وارد يوسف النصيري. في الوقت اللي كانوا نطلع على البلوك المنتخب ديال الاردسي. هنا لابل دوبال زوينا. حاكم زياج كيعتاه كرة في الدار ديال المدافعي اللي اصلا تقال. هنا غادي ندوزو الصورة الموالية. يوسف النصيري عنده الكرة طاحت. كين واحد متر ونص ما بينو ما بينو ما بين لاك سنترال. لكن الكنترول كان عندي يوسف النصير ضعيف. وهنا ضاعت لنا فرصة لماع العلم انه وجاونا فرص قبل من هاد اللقطة هدي. وكنا نقدروا على انه نعمقوا الجراح ديال المنتخب ديال الكونج والديمقراطية بحكم انه ادخلنا في الماتش بطريقة اللي زوينا. من طبية حال هددنا معركينا في وقت اللي زويو. ونكننا خصنا نكملو. ونزيدو ونسدو الماتش ونكونفيرمي وننتيجو ونبقوك نجيريوها بطريقة افضل. ما انك تجيريوها ونت لابح واحد بواحد لزرورها صعيبة بزاف. كذلك غادي نضاع لي ساليم املح في اللقطة اللي كتكرر ديما من اللي كيطلع في الارتقاء كيطلع بيدو واليوم تصيدنا. اعطينا الصور اللقطة ديال بيلانتي ساليم املح هنا خطأ مركب غادي نظر عليه. ساليم املح هنا طالع بيدو وانت طالع الكورة بهذا الطريقة وطالع بيد ذكرها. انا سقدر تقول بك وتصيد وتحطيهم بيلانتي ودك شي اللي غادي يوقع حاجة واحد اخرى اللي غادي ركزوا عليها في هذه الصورة. الاخوة ركزوا لي على سوفيان امر بط. علاش حطيتو اليوم ومحطة ديال النقد البناء باش يخدم عليها والماتشات اللي جايين يكون مزيان. هنا خصو يطلع الكورة الفوق وياخدها في ابعاد النقطة كيسينها لتحت. واخر ندوزو هاد اللقطة وندوزو نشوفو لقطة اخرى. هنا سوفيان امر بط الكورة فوق من راسو غير يطلع. يطلع غير واحد شوي يتزاب واحد عشرة سنتيم غادي يديجاج علينا كورة وتنو من المشكلة ولكن في الاصل اصلا القاسلية ديال اللاعب ساليم املح. نمشيو اللقطة اخرى. هاد اللقطة اللي غادي نشوفو في الشو التاني. كورنير تلعبات من المنتخب ديال اردسي شوفو المركاج والوقف ديال اللاعبين كل شي ووقف ساليم. دو وزليا اللقطة اخوية حمزة اللي جاية. سوفيان امر بط مش في الماركاج. الكورة غادي تقرب لسوفيان امر بط. شنو غادي يدير. يتحن اللاعب اللي كان مدير له الماركاج طلع شوفو فين وصل هو. ما طلعش ايدان مخشي من مورها مخبي. هاللقطة كاملة زايدة. سوفيان امر بط كي عودة في كل ماتشة ديال منتخب المغربي. الى بغينا اللعبو بحالة كورة غادي ننخلصوا الضريبة في شي ماتش في اخر الدقائق. وتكون شي سكتة قلبية شي بيت ملاوط من ك مدى. خاص سوفيان امر بط يبقى يطلعن. نكملوا اللقطة. لاعب داز الكورة وداز موحا ديال الشبكة ديال ياسين بونو. وكانو يقدرو يماركي وعلينا من هاد الكورنير هادي. كانو يقدرو يتعدو معنا ف البديد ديال الماتش من البيلانتي اللي هضرت على ساليم املح هو السبب في البيلانتي. كذلك كانو يقدرو يماركي وعلينا من هاد الكورنير هادي السبب دياله هو سوفيان امر بط. ايدان نصيري جاوك فورص اخوية بتكرار ماركي هنينا. خوية سوفيان قد تخوض الكورة رافلون تريمو في تكويل القاعدة كيقول لك الكورة بغيت يتضربها براسك وكينتف تكويل القاعدة ديال حراس المرمى. كيقول لك الكورة خوضها لقدرت تتخوضها في ابعد نقطة سير خوضها عليها نصير في الحالة الدفاعية كذين القادية ديو كريسيان ورونالدو مو يمززاف دياللعابة. كيقول لك خوض الكورة في ابعد نقطة قدرت توصل لها. مماشي يصحب انتغير الوقفة ديال الكرام زيانو متزايد محني. غادي تخرج علينا اخو ماركي والله يسترول لنكونوا ماركيين ويتعدلوا معنا في الاخر ولا ماركي وعليني شيبيت في الاخر. احنا نشمته. كذلك الشيبي غاد يناظروها في المباريات اللي كانت قبل ديال المنتخب ديال كونغو الديموقراطية قلنا الله يودي. اعطينا اللقطة اخو يا حمز. قلنا الله يودي هاد المنتخب هادا. كيلعبوا بوحد نظام اللي شنو كيتسمى. كيتسمى على انني ينسحبك ونخلي للمنطقة العمياء في الدار ديال كن لعب فيها. احنا لا كنا مديرين حراسة للمن منطقة. ما عمرنا نخليهم انهم يلعبوا بهذا الطريقة اللي ماركوا بها على المنتخب ديال تانزاني. هالولا وهالتانية. شوف معايا هاد اللقطة هدي. وفاش غاد اتفكركم نصفها كاربونية للبيت اللي غادي يتمارك علينا. اعطينا اللقطة اللي كانت في الشوط اول اللي كان ينضار بالنسبة للمنتخب المغربي وكان خاصنا نصلحوه. الكورة حند لك السونطرال ديالو كيف مادرنا في الحلقة اللي كانت قبل. كان قول وراك كيدلو 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 الايف التفريغو كيلعبوا لكف الدار د برنا. انا طلعت لي فراسي الى الكلمة هاد السمن وتنتو ما يمكن نتطلعت لكم فراسك انا بهاد ال بهاد الكلمة هذه السمن دي ل بتفريغو يلعبوا لنا لير ديال. شوف معايا الخطة الدفاعي دي الفاقرvé وال لاعب نيف اغرد دايرين. تقريبا بواحد الوضعية ديال جسم ديالو بوعرة عكس اللاعب الشيبي اللي هنشنو غاد يطرع. بلوز اللقطة هدي الحسن في الدار ديال الشيبي. سبقوا اللعاب اخرى اللي معاهانا سبقوا وحيط الوضع ديالي الجسم ديالو اسلا كان كان غالط هنا غادت تلعب دوز لي اللقطة غادت تلعب وطاحت وشوفوا هداك اللعاب لي كان معشي بي ولا صابقه زادت اللقطة دازت مش سايس بشي كوفري على اللعاب شنو هداي وقاعة عطينا الكورة ف هاد الوضعية هادي اللي رجعت كورة من لاعب المهاجم والتلعبات فلانتير فال البطيلانتي الحمد لله هنا نيف اقريد غادي بععد علينا هاد الكورة وكان تهديد صارح في شوك اول لي كانوا منو قدروا يماركيو بالقوة اللي كيلعبوا بها هو مايا اللي هي الكورات فالدار دي اللاعبين ديال الدفاع الى ما عرفتيش انك هتوقف دوز اخوين شوفوا اللقطة اللي مرمورها اذا درتي تدفو في اللول خاصك تصلحو هنا واقفين بدفاع زوين والانظمة الدفاعية اللي كان في عالم كورة القدم اللي كي اعتمل عليها وليد الرجاجي كنلعبوا بحراسة المنطقة ما كنديروش حراسة راجل لرجل يعني لا تسحبش واحد كنخليوه كذلك كنديرو دفاع مدمج ليها كومباكت وكذلك هدي جامعيين وبالنسبة الفرضيين شنو كنديرو فرضيا لعاب اللي عندو الكورة ديال الخصن كنديرو له غيطاء الضل اللي هي الكوفرشادة واللعاب كنديرو كنديرو كذلك بما يعرف تاكسيكيا فرضيا سكرولوك اللي كان قفلو الزاوية ديال التمرير نمشيول هنا هنا مديرين دفاع واعر مديرين دفاع حراسة المنطقة مديرين دو الكتلة المدمجة كومباكت اذا ننا جامعيين لعبين واعر نمشيول فرضيا شيبي شاد لازون ديالو لاعب الخنوس خارج وداير الكوفرشادة وغادي يخلي اللعاب اللي في الدرد يالو ما يقدرش انه ياخذ كورة من عند اللاعب اللي عندو الكورة وكاذلك في نفس الوقت مدير هدي كتسمة سكرولوك ساد باش انه اللاعب يطلق باص فالأرض شنو غادي يوقع؟ دو وزلي اللقطة غادي نشوفو بانه لعاب كروشا وشنو شوفو لي الشيبي شنو غادي يوقع ما بقاش مدير هنا حراسة المنطقة غادي تسحب مع هاداك اللاعب باش يدير له التفاريغ ويخويلو منطقة في الدرد يالو دو وزلي اللقطة وتاني هنا مشا لعاب كروشا وطيح لنا حيد لنا الخنوس من الكوفرشادة وحيدو كذلك من سكرولوك وشنو غادي يوقع؟ الخطأ المركب لاخر هو الشيبي فين غادي؟ فين غادي أخي الشيبي؟ رأي غادي يغير يسحبك رأي غادي يغير يجريك لن يجرق الكلمة التاف gdyنا تخmmm إلى توقته اللاعب وضلنا عليها وذلنا عليها وذلنا عليها وذلنا عليها زيد لقطة عدو قرآن هوا اللاعب دائما اخوة بلاسة في الضار ديال الشيبي اللعاب لافونسو انطر لي منامورها مفيك سيلينة سيئ اسايس باش ميكوبريش على الشيبي والاخور مفيك سيلينة نيف اقرد باش ما نديروش ترحيل وانجليسي والجه اللي فيها الهجمة دوز لي اللقطة اللعاب مشا في الضار ديال الشيبي الشيبي باقي واقف كي ساين سيد اللقطة عوي تاني اللي منامورها اللي تبيين لنا من زاوية اخرى بأنه دير ديماراج والشيبي ولواقف فاس الجسم والوضعية دياله حاليا ما كتسمحش له انه يضرب الزربة حيتي هيتعطل كمل اللي اللقطة بمعنى انه اللعاب غادي يسبقك حيث هو غادي في الاتجاه ديال الجري دياله وانتخصك تضرب باش تجيبه مو استحيل انك تجيبه زيد دوز لي اللقطة هنا احطتنا الوضعية اللي هي نفسها اللي كانت ماركات على الزامبي اللي حضرنا منه وحضرنا منه وحضرنا منه وباقي كان نحضره منه هنا غادي نزيده باللقطة غادي يشد الكورة خونة يدير الكنترول في خاطره اي لعب الكورة في الدر ديال الجدار الدفاعي دياله اللي ترس كامل باس فلانتير فالبشو كاملين هنا فين سوفين امرابط فين عزدين اونا حيخصهم هنا يديروا الدور ديال انهم يجيوا ويغطيوا المنطقة دياله باس لي كيكونوا في الخلف دوز لياللقطة هنا كيتلحب باس في الخلف وعلي شكل بلانتي كيضربها بالبلاثو بي وكي ماركي الهدف ديال التعادل اللي كيخلي المنتخب الوطن المغربي يبين بانه عندنا مشكلة على المستوى ديال انه وحد الفرقة عرفتيني قات القوة دياله لخصك تخدم عليها باش ما انها ما تصيدكش ما تصيدكش هالضيقات القوة درنا عليهم ما تصيدكش وكتجين الشيبي يسمح لي هاد الاخطاء اللي كي يديروا واخطاء اللي ما كيخصهمش يديروا في النفو العالي الحمد لله تديروا اليوم الحمد لله تديروا في واحد الماتش اللي احنا يا عندنا كل شي محاكمينو في الدين عندنا دبار بعدينا نقاط مزيانا غادي ندوزو مرتاحين ولكن المشكلة الادوار المتقدمة من الكن قاعدرنا بحالة كارا فالطة بكبوطة يتمارك عليك صافي هزباليزك وقص الطيارة احنا ما غادي نشو الكوة ديبوار و باش رجعوا بحالنا غادي الكوة ديبوار عندنا امل انه نمشو لابعد نقطة من الكن باش نمشو لابعد نقطة من الكن عندنا ثلاثة ديبوار خصنا نماركي والكوارا اللي كي جيونا كذلك خصنا الاخطاء الفرضية اللي هذرنا دي لساليم املح و كذلك دي سوفين امر بدي تصلحو و كذلك في المنظومة الدفاعية دينا ما يكونوش اخطاء فرضية اللي كاليوم خطأ فرضي دي اللاعب شيبي اللي هي حراسة المنطقة اخويا عندك حراسة المنطقة احنا كنلعبو بالنظام دفاعي دي الحراسة المنطقة ماشي ديفاع رجول لا رجول علاش اخويا غادي تسحب و يديرو لك و يستافدو من النقطة القوة اللي هما كيلعبو بيها فالحمدو الله هاد المعتش جاف الدور دي للمجموعات درنا اخطاء خصنا نستافدو منهم كانت منه لا حوله ولا قوتي إلا بالله تسمحو لنا الاخوة كانت منه على انه و هاد الاخطاء يتصلحو باش نمشيهم زيان الحرقة و الغيرة و القلب كيضرب ومنطابة الحال انفعال بكل صدق ماشي انفعال من النتيجة انا كيف ما قلت نتيجة راها ما خايباش مزيان ندوزوا باقل اضرار و سبعة دنقاط سبعة دنقاط خمسة دنقاط ندوزوا هي المهمة ولكن شحواج دارو تقنيين في الماتش انا شخصيا قلقوني و دولتو بغيت بارتاجيو معاكم بتصوروا بالدليل باش الامور تكون واضحة و هذا في اطار النقد البناء باش نكونوا مزيانين في الدور التاني نتلاقوا ان شاء الله الاخوة في حلقة اللي جاية وليوم في الليل معا ان شاء الله لحدش اقسم في ميدي ان تيفي غدين لعطونا الاخوة وقت كيف ينهضروا على هاد الامور هادية ندي طييفية مزيان بلاكرو ونشرح الامور كاملاتا الاخوة ما تنسوناش من الدعم ديالكم نتلاقوا في حلقة اللي جاية السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة